اهلا بكل متابعي تليفزيون اليوم السابع في كل مكان لسه مكملين معاكم تغطيطنا للمؤتمر الصحفي لفيلم في عز الظهر ومعانا صناع الفيلم كريم سرور مؤلف الفيلم اهلا بيك معانا اهلا بيك ومنتج الفيلم الاستاذ عادل سعد اهلا بيك معانا وكمان من صناع الفيلم او مخرج الفيلم مرقوس عادل اهلا بيك معانا اهلا بيك انا عايز ابدأ مع مؤلف الفيلم كريم سرور عايزين نتكلم عن طبعاً مش هنتكلم عن القصة لأنه مش هنحرقها بس ظروف كتابة الفيلم هل الفيلم اتطلب منك مثلاً عايزين فيلم بمواصفات كذا كذا ولا أنت اللي بدأت الفيلم احكي لنا ظروف كتابته كانت إزاي بالمايك أقول ده بالمايك ماشي حاضر لا الحدوطة في الأساس ماكتبتش طبعاً لمينة مسعود هي ممكن تكون مهيئة حالياً إنها تتناسب مع مينة مسعود في الأول كانت فكرة طبعاً مكتوبة من حوالي سنتين وأنا ودكتور مروس اشتغلنا عليها وفكرنا في كذا نجب بعدين حصل الكونتكت طبعاً دخل مننا مشهور طبعاً لحد ما عملنا الكونتكت المناسب مع مينة مسعود هو كان بيدور على السكريبت يتناسب مع اللي بيفكر فيه يعني مش بالضرورة إن كل حاجات اللي قراها معجبتوش ممكن تكون لا تتناسب مع اللي بيفكر فيه كانت المصادفة أو توفيق ربنا إنه هو اختاري للكصة ديت وحصل التواصل وبدأنا نشتغل ياه يعني كان فيه نية عند مينة مسعود إنه هو عايز يعمل فيلم في مصر فدور عليكو لقى السكريبت بالضبط بالضبط حاجة شبه كده إزاي تم التواصل؟ هو كان بيبحث عن ورق يتناسب يعني طيب واضح إنه عندك كواليس كتير وصلت لمينة مسعود إزاي والتواصل حصل إزاي والسكريبت أرى وقل لنا يعني إلي حصل اللي حصل إن إحنا شركة الانتاج كانت عندها لاين كده مفتوح مع مدير أعمال مينة في مصر بس ده دي مش كل الخطوة زورج مدير أعمال مينة في مصر كان بيتواصل مع بقى فيه إيجنسي بقى كبيرة مسكة مينة هناك ومحاميين وتفاصيل وحاجات وكده فقالولي إحنا عندنا هذا اللاين بس ومفقين الفكرة دي إيه رأيك فيها ساعتها قلت لهم الموضوع ده كبير موضوع مش يلا بينا يعني فقالولي إحنا جاهزين قلت له اوكي جاهزين يلا نتحرك فكانت الخطوة الأولى إنه يلا نبعت إيميلات ونتواصل مع الإيجنسي اللي بس كمينة ونبعت لهم أفكار ونبعت لهم حاجة لما توصلنا هناك كان الموضوع خاد شكين فجأة شك إن إحنا قانوني وشك فني الشوك الفني كان مع مينة دايريكت والشوك القانوني مع طقم بقى محاميين الشوك الفني كان إن إحنا وصلت عندما توصلت مع مينة عملنا زوم ميتينج وقعدنا مرة واثنين وبعدين نتكلم في فكرة أنا كنت أخذ من كريم في عيز الدهر زي ما قال لحضرتك كده كان كاتب ورق حلوة جدا غير كمان في عيز الدهر فأخذت منه الاثنين دول واخدت كمان ورق تاني مش بتاعها كريم وبعدتهم كلهم لمينة أخترت يعني أختار بعناية تلت سكريبتات أبعدهم لمينة فعلا بعدت لمينة لتلت سكريبتات دول في حاجات لكريم وحاجات لأ يعني مش كله حاجة كريئة في عيز الدهر ساعتها مينة اختار فنيا في عيز الدهر هو اللي اختار كان معوال عن سينوبسس أو حكاية ببعطاله سريعا وكان الفيلم مش كله مكتوب كان ملخص وكان ملخص طويل شوية لأن كريم بيكتب ملخصات من اللي هي 80 صفحة دي فكان ملخص طويل شوية واتبعت لمينة فهو اختار هذا العمل فقال لي أنا ده شايفه أحسن حاجة وكده وبتاع وقالت له طبعا ده أحلى حاجة وبتاع بس رجعت لشركة إنتاج بسرعة ليه؟ لبتالي يا جماعة ده أغلى حاجة في الموضوع لأنه في أكشن في تلات دول أوروبية في أكشن في مصر في تفاصيل كتيرة إنتاجية لو ما تعملتش حلوة يبقى في الموحش طبعا أنا عارف أن أنتوا دلوقتي في مرحلة التحضيرات وعايز أسأل بقى يعني أستاذ عادل سعد أو مهانس عادل سعد المنتج إيه الكواليس بتاعة التجهيزات لأن طبعا فيلم زي ما الأستاذ مرقص بيقول محتاج إنتاج كبير جدا عشان مينة مسعود وعشان الفيلم هيكون في كذا دولة فأقول لي حساباتك عاملت زي دلوقتي في التحضيرات لا ما تقلقش دكتور مرقص قام بالواجب يعني هو نوي يخرجني من الفيلم ده على الحديد أصلا لا بص خليني بقى متفقين يعني نجمب حجم مينة مسعود وروح دكتور مرقص وكريم وحمسهم الشديد جدا يخليك إنك إنتا ما تفكرش في النقطة دي أكتر من إنك إنتا تتفكر في إنك إنتا تطلع حاجة طليق طليق بصناع العمل طليق بمصر أولا وطليق بمينة مسعود النجم العالمي إحنا مش أقل من أي بلد في العالم إن إحنا نطلع من عندنا فيلم كواليتي عالية جدا تتناسب أصلا مع كل السينوات اللي بره مصر فأعتقد إن في حاجات كده ممكن تدوس على نفسك فيها علشان تطلع حاجة حالوة طبعا الإنتاج والتوزيع من العناصر المهمة جدا لأي فيلم نويين إنه الفيلم ده يروح فين؟ مين يشوفه في العالم؟ والله أنا أتمنى إنه العالم كله يشوف الفيلم ده إن شاء الله يعني يعني في خطط لتوزيعه في الخطوات اللي مشيين بيها أستاذ موروس الخطوات اللي مشيين بيها شركة الإنتاج البشموان سعاد السعد وفيه أستاذ أمير فيه بقى تيم كامل مع بشموان سعاد القايم بأدواره الكاملة يعني الخطوات اللي مشيين فيها إن شاء الله إنه فيلم مصري رقم واحد هو فيلم مصري هينزل في سينيمات مصر بلاس بقى آه فيه بلاتفومز عالمية كتير بتتواصل معنا وبنتواصل معها وهينزل عليها الفيلم هو هي فيلم ياخد السابقة العالمية غزبا عننا خده إنه هو خلاص مينا مسعود النجم العالمي موجود الفيلم تحضيراتنا حتى بتحصل إنه إحنا هنعمل ترجمة لأكتر من اللغة للفيلم لأنه هو فيلم هيتزاع على منصات عالمية لكن دايما محافظين على فكرة إنه فيلم مصري هينزل في سينيمات مصر بالشكل اللي يليق بعمل مصري عالمي وبالسابقة العالمية هتكون على البلاتفومز العالمية مش شرط يكون في السينيمات في العالم طبعا إن شاء الله بشكل يليق بنا كسنة يليق بمصر يليق بمينة مسعود كنجم العالمي مهم جدا إن إحنا نفكر بمحليتنا معنا معايا ورق بتاع كريم ساعات بحس إن ورق هي كلمة تقلل من العمل بس أنا بحبها قوي لأن هي جملة بتأكد إن الأساس هو ورق معايا ورق من كريم سرور مختلف بحبكات وبأفكار وبعمقه بنتكلم على أزمة الهوية أزمة الهوية مش بس أزمة سهلة مش بس كونفلكت سهل نتكلم عندنا في الفيلم كونفلكت مهم جدا عندي وعند حضرتك عدنا بيه ممكن فترة من حياتنا عدنا بيه كبلد إحنا كبلد عدنا بالأزمة دي فترة فده مهم تفهم قصدي؟ مهم إن إحنا نصدره للعالم إن إحنا بنتكلم في أمور زي دي إن إحنا بنفكر في أمور زي دي إن بقى الحتة بقى الفنية إن إحنا عندنا بلد عاملة كده المأماكن اللي نصور فيها اختياراتها شكلها مهم جدا تقول يا جماعة إيه ده دول المختلفين إحنا دايماً لو بيجوا يعملوا مصر في أي بلد بيروح يصورواه في بلاد تانية على فكرة بالمناسبة بيصوروا وحش صح؟ بيصوروا شكل الدنيا وحش بيصوروا في المغرب وفي أمور زي دي ومش إحنا وعالم بتاعنا مش عالمنا يعني فيه فيلم كان بيتكلم عن الرئيس الراحل وعن تفاصيل وعننا عن السادات اللي هو دا إنجل ده مش إحنا عالمنا مش هو أصلاً عالمنا مش إحنا أفكارنا مش كلامنا مش طريقتنا مش دوغتنا أنا أوريك هنا بقى لأشدوغتنا وأفكارنا وحاجة ده البيئة الدرامية نفسها لازم نشكلها يبقى كده البيئة الدرامية اللي متأسس عليها الفيلم أصلاً لازم تكون في مصر بغادة نظر أنه فيه جزء مينة طبعاً مصور في أوروبا وجزء في دول العربية لكن الحدوثة أنا عايز أقف عند الأماكن اللي يتصور فيها الفيلم استقاريته خلاص على الأماكن ولا لسه؟ بشكل هائلأ أوه بشكل هائلأ لسه يعني ما أنا ردتها لي بشكل هائلأ إيه أكتر الأماكن المرشحة؟ في أوروبا وفي دول العربية بس الأكتير فيه فرنسا في بولندا في سربيا في دول كتير جدا ممكن هتناسل مع الحدوثة يعني نقدر نقول إن السيناريو والسكريبت لسه مخلصش مية في المية؟ متأكدين لخبال ما خلصان هو خلصان ممكن مايك تفضل هو السكريبت خلصان نقول بيقولك على الأماكن اللي هتصور فيها الأماكن دي فيها تفصيلة انتجية مش بتاعتنا وهي إيه؟ النهاردة في ظل ظروف الكوفيد في العالم كله مش كل البلاد بتقبل دخول كروهاب تصوير وخصوصا عددنا الكبيرة شوية لأن فيه أكشن كبير بيحصل فدي حتة بتتنفس دلوقتي ما بين شركة الإنتاج والمنتج الفني والدول اللي برا إن هم بيرسلوهم مين قابل يدخلنا شبه اللي إحنا عايزينه تفهم الفكرة؟ هاي دي التفصيلة إن الكوفيد مأخرنا في اختيارات دولة الأوروبية أو الدولة الأوروبية شوية لأنه كمان إحنا إن شاء الله عندنا مفاجآت هنعرفها هتحصل يعني فالفكرة إن حتى النجوم العالميين بنتواصل معهم لحاجة معينة فكرة الكوفيد مخاوفة الناس شوية الحمد لله المصلي موجود وبدأت الناس تتفكر أفكار جديدة والحمد لله الدنيا بدأت تهدى شوية لكن التفصيل التفاصيل دي فيها هتفصيلة بتاعت إن العالم فيه وباء مش عارفين نخش أنهي بلد فيه مصدي عشان نخش إمتى إحنا إن شاء الله الفيلم بيتصور في خلال شهر إن شاء الله الزبعين الجايين يكون خلصنا التسكينات خلال شهر نكون بدأنا تصوير مين ما عنده فيلم في هوليود بالتنصيق معانا من بدري يعني من كتر ما هو بروفاشنال رجل قيل لنا على الفيلم بتاقى هوليود من بدري بيعم فيلم في نيوزدندا فبننصك معهم هيروح ويجي وحاجات زي كده فمزبطين إن شاء الله الفيلم يكون خلص تصويره بإذن ربنا قبل شهر خمسة بإذن ربنا يكون الفيلم موجود جاهز عشان ينزل في سينمات مصر وبعد كده البلاتفوم زي ما قلت لك فالتفصيلة بتاعت الحتة الأوروبية دي لسه عشان الإنتاج بيزبطها مع البلاد أولتر اللي أحناك عليها ألا كنا عنصور برا مصر ويكونوا هيبقى فيه أكشن برا مصر إن إحنا مش هنحيد عن وجهة يعني أو رؤية الشركة في إنها تصور مصر بأحلى صورة ممكنة إن إحنا عندنا حاجات رائعة في مصر وأروع من أماكن كتير جدا يمكن دكتور تكلم عن إن إحنا بنصور فيها أفلامنا لأ إحنا عندنا أماكن تستاهل إن العالم كل يشوفها فده مهم جدا خروجنا برا ده رؤية مخرج وإنتاج وكل حاجات دي بس لأ رؤية الشركة يعني ندر بقول فيه كمف المية من المشاهد أو الأحداث هتدور في أماكن مصرية أعتقد مش أقل من 70% إن شاء الله وإيه أبرز الأماكن اللي هيبقى فيها انت كده هنحرق الفيلم لسه معرفناش القصة لسه معرفناش القصة بس إيه أهم الأماكن أماكن بجد لما الناس هتشوفها يعني فيه جزء من الأماكن دي الناس هتتفاجئ إنها شيفها في مصر إن شاء الله يعني وهو المايك معاك وإنت المنتج عايزين نعرف الشروط لو ميناء مسعود كان عنده شروط مهمة قبل ما يوافق نهائيا على السكريبت يعني خلينا نبقى متفقين لما يكون عندك نجم عالمي بحجم ميناء مسعود وبعد كل اللي هو وصل له ده وبعد نجوميته دي ويبقى حابب جدا إنه يحقق حلمه طفولته إنه يعمل فيلم مصري أكيد كان فيه صعاب وكيد كان فيه شروط كتير جدا بس أنا عايز أقول لك لا أخفيك سرا دكتور مورقص هو ما قالش ده بس قاد جزء كبير من فوضات هو مدير أعمال ميناء في مصر جورج والباشمانس أمير شريكي في مصر فأنا عايز أقول لك إن الموضوع كان شوية صعب بس خلينا نبقى احترافين أكتر يعني هو الموضوع بمنطقة البساطة في شروط معينة عشان تقدر تحقق نجاح للعمل ده علشان تقدر توصل بيه بر الأمان فأعتقد لما بتوصل الاتفاق بتنسى إيه الصعوبات اللي كانت موجودة عناصر الفيلم كمان من الحاجات المهمة جدا الأبطال اللي هيلعبوا أدوارهم مع ميناء مسعود لإن ميناء مسعود مش هو البطل الوحيد ومش هو العنصر الوحيد اللي هينجح الفيلم إزاي يجي اختيار الممثلين اللي هيشاركوا ميناء مسعود لو حضرتك لاحظت ببصت كده على اللي حصل تسكينات حصل تسكينات زي ما قلت حرارك من حوالي من 70% إلى 95% من عدد الممثلين النهائي بس الملامح بقت واضحة يعني هنالزاهد هتلعب دور البطولة قدامه هنالزاهد محمد عز محمد علي ريز مرنة نور الدين طبعا من غير ترتيب كلهم طبعا ومن غير ألقابي يعني أستاذ يهب فاهمي وأستاذ بيم فؤاد يعني فيه أسامي كتير يا محمود حجازي مش عايزة نسى حد يعني لو أنت بسيط للتوليفة دي هتقول مختلفة خالص هتقول يعني صعب تشوفهم مع بعض في حاجة فهي مصدي لا وهو التعليق كمان اللي جاءنه ما فيش نجوم مصريين بحجم يعني فيه نجوم كبار شباب في السن ده مفيش حد منهم موجود يعني مينة مسعود نجوميته أكبر بكتير جدا من أي حد تاني بيلعب في الفيلم فهل ده عامل مشكلة ولا لأ أنا مش شايف كده أنا شايف النجوم اللي موجودة في الفيلم لا تقل نجومية عن أي حد من برة الاختياراتنا في الفيلم كلها كانت على حسب الأدوار وعلى حسب أدوار ما لعبوهاش قبل كده كمان شكرا جزيلا شكرا جزيلا الدكتور